أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا استعادة الجانب الأيسر لمدينة الموصل من قبل القوات الأمنية بشكل كامل العبادي وخلال المؤتمر الأسبوعي لها أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثت برسائل لمضاعفة الدعم للعراق وليس في استمراره فقط فيما عرج على موضوع الاعتقالات في قضاء الطارمية قائلا إنها كانت تهدف لضبط مضافات لداعش بحسب قوله وأكد العبادي أن استراتيجيات داعش في العراق ضربت ضربة قاصمة في معارك الموصل وأنها لم تعد أو ضربت ضربة قاصمة في معارك الموصل وأنها لم تعد تتمدد بل هي تشهد انحسارا وتقلصا مستمرا الإرهابيون بعد أن ضربوا هذه الضربة القاصمة ضربة الإرهابيين في العراق ليست قليلة بدأت أخذت مختلف الموضوعات الآن نقضي على كل استراتيجية داعش داعش شعارها أنها باقية وتتمدد لأن أثبتنا أن داعش زائلة وتتقلص